اهلا بكم في كرات مساء الاخبار واهلا بكل المتابعين والمشتركين في الفيديو ده نتكلم عن توقعات لميشيل حيك لكزا دولة عربية منها رئيس دولة بيتعرض لعارض صحي خطير او طارق ومحدش عارف ان كان هيمر على خير ولا هنشهد تغيير في البلد وانتخاب رئيس جديد تعالوا مع بعض نشوف التوقعات ولكن قبل ما نبدأ ما تنسوش تشتركوا في القناة تفعلوا الجرس وكمان لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير اول فيديو معنا او اول دولة معنا النهاردة هي دولة سوريا بالنسبة لتوقعات ميشيل حيك كانت ان الانسحابات اللي هتحصل في سوريا هتكون كبيرة جدا وان سوريا الخير راجعة ولو بخطوات خجولة ولكن المشكلة هتكون في الجلان وعناية لان هنلاقي فيهم مزيد من الدم وايضا الجغرافية والحدود بتاعتهم هتغيروا وهنشوف معاهدات واتفاقيات جديدة عن المعروفة واللي مكتوبة قبل كده زوجة بشار الاسد اسماء الاسد هتكون امام معادلة جديدة وتتصدر وجهة التحركات وفجأة اعداء الامس اصدقاء سوريا بكرة اما على حافظ بشار الاسد من مغامرة لمغامرة وبدون حذر وفيه قرار مفاجئ هيفاجئ به الرئيس السوري مش بس السوريين لأ كمان غير السوريين فاصل المجداد هيسيب علامة فارقة وسط الحذر والخطر حواليه وبسبب كل تلك المشاغل او وسط كل العلامات اللي هنتكلم عنها المسئولية بتطبع على اكتافه كمان مش بسهولة هنعرف بعض الاسرار عن مجموعة من المقربين من الرئيس بشار الاسد هتتم انتشار تلك الاسرار في كل المواقع وفي كل وكالات الانباء وكمان هنتذكر منطقة في سوريا كأرض مقدسة التجمعات وهزحمة في منطقة اسمها السويداء داخل سوريا ولكن ما يعرفش التجمعات دي ايه سببا ان كان مشهد حزن فرح ثورة استنقار هو مش عارف لكن هو شايف مجموعة كبيرة من الناس متجمعين في تلك المنطقة انتفاضة انتقامية بعد صمت طويل من السلاح السوري الايراني لردع الغارات والخرقات الاسرائيلية داخل سوريا وفيه انبهار مؤقت في مشهد غريب داخل مدينة سدناية وعودة الهيبة السورية الى سوريا وقرار الاختيال برفع الحصانة على الرؤوس المحرمة كمان فيه خطوة مهمة جريئة هتترافق مع ضجيج اعلامي لفك لغز احد السجون السورية كمان من دمن التوقعات اللي هو قالها ان قبار الممولين السوريين واصحاب رؤوس الاموال ايد بايد عشان يفتحوا صغرة في قانون كيصر لوضع قعدة حجر اساس للنهضة السورية وعفو رئاسي لا يشبه اي عفو والغاية اعتق فرصة لاصحاب الاموال الممولين والمستثمرين انهم يرجعوا لسوريا ويستثمروا فيها علشان يتم دخل الاموال داخل سوريا واعدت اعمارها دي كانت كل توقعات ميشال حيث لدولة سوريا لعام 2021 تحقق منها ما تحقق ولسه فيه توقعات لغد الوقت ما شفناش على الارض الواقع في 2021 اما عن دولة فلسطين واللي بيحصل في فلسطين عندنا مروان البرغوثي من ظلمة السجون الاسرائيلية للعلن وايضا محمد دحلان رجل الفجأة والمفاجآت هيفاجئ الجميع حتى الاعلام برغم ان فيه ناس كتير بتكرهه وفيه ناس بتحبه وفيه ناس بتستغرى بمواقفه مش عارفين هو هيعمل ايه الفترة اللي جاية وبينطلق فايصل من الفصائل الفلسطينية بعكس السير وبيسبب ورطة الباقي الفصائل ومبادرات جديدة وخطوات جريئة بتجمع العلاقات بين الامارات وفلسطين من جديد اعتقد ان التواقع ده ليه علاقة بمحمد دحلان ايضا قرار دولي متعلق بالمستوطنات اليهودية بيحسم هذه المرة لصالح الفلسطينيين وفيه غليان داخل الكواليس السلطة وبين صفوف حماس وفيه بركان تغييري في جغرافيا المعالم والقيادات يعني احنا شايفين فيه تغيير هيحصل في القيادات اللي مسك البلد زائد في جغرافيا المعالم داخل فلسطين وعهد التميمي للوجه من جديد وارتدادات مقلقة على مواقف المتران عطالة حنة والرئيس الفلسطيني محمود عباس بين المحاولة والتهديد والخطر على صحته يبقى باين ان الرئيس الفلسطيني هو اللي عنده مشكلة كبيرة فيه تهديد وفيه خطر كبير جدا على صحته نظرا برضو لكبر سنه اسماعيل هنية بيركب اكتر من موجة خطرة وبتشقلب بادوار مش كلها مضمونة وعارضة الازياء الفلسطينية بيلا حديد بتعرض نفسها لمصلحة القضاء الفلسطينية وحدث الاحداث بيرثابت بكنيستة الايامة وقبر السيد المسيح وشعلة النور والمسجد الاقصى بيكون محور الاهتمام ومصنع الاحداث دي بالنسبة لدولة فلسطين اما معانا كمان عن الاردن او مملكة الاردنية الهاشمية اتكلم عنها مشال حايت وقال ان الاردن هنلاقي فيها العيون على اولاد الملك عبدالله وللأسف بتغضب طبيعة الاردن حتى سنرى مشاهد مدهشة وبيرفع ملك الاردن سقف الدفاع عن الاوقاف في فلسطين وبيصد التطول الاسرائيلي في كل المواجهات وايضا الاردن هتشكل وجهة جديدة لاستثمارات ورقوص الاموال وبتكسر اكثر من حلقة من الجمود الاقتصادي عشان يشجعوا الناس ان هما يستثمروا داخل المملكة مخطط ارهابي الاهداف كبيرة وصيد رؤوس وفي اياد اردنية بيضاء في عملية المسالحة والسلام الجسم القضائي الاردني برسم التشزي او الانكسار وكمان خلال فاضح بيصيب احد المراكز الامنية دي بالنسبة للمملكة الاردنية اخر دولة معينا نحن هتكلم عنها شوية لبنان نظرا ان لبنان التوقعات اللي قالها مشال حياة كبيرة ولكن هنتكلم عن بعض التوقعات اللي بالنسبة لي ان شايفاها مهمة جدا وبتخص دولة لبنان من دمن التوقعات اللي قالها دجة الدجات حول اسم جورجة عبدالله المعتقل في فرنسا الزكرة عنوانها كمال جنبلات ممكن تكون عند زكرة مولده او عند زكرة اختياله لكن في تلك الزكرة هنشهد قصة وسادة بعيش احد الشوارع السياحية ساعات كئيبة طوارق جوية بتحط طيارة وطيار في تحدي ومشهد قاصي بعكس المألوف هنشوف بعض البدات العسكرية من صف مواجهة الحراك الى صف تأسيس الحراك نعم في حكومة ومش اي حكومة ستكون حكومة تكسير الرؤوس من المولدها في كل عيامة اعتقد انه بتكلم عن حكومة الرئيس نجيب ميقاطي في الصورة مكرونات مش مكرون واحد وده ده ليه ان كذا رئيس هيساعد لبنان قصة بتحتل لكل المواقع عنوانها واحداثها وابطالها مثلية ومثليين كمان دور المجلس الاعلى للدفاع على المحق صدمة في حرم احد المدافن نشوء خلايا نسائية ومهمات بيسكنها الخطر اولها خطة واخرها اتفاق في مشيخ الدروز عاصفة بالمركز الكاسوليكي للإعلام والباتريارك بيكون المحور في لبنان في 2021 اكثر من سفير وسفيرة رهن اشارة قيادة امنية شخصية كبيرة بتحضر عند صفارة احدى الدول ولكن غير واضح ان كان ديف ولا لاجئ او نوع المهمة مش واضح بيشهد مستشفى الحريري امره فوق العادي وبيلفت الانظار وبيتشكل تحالف درزي لهجوم قواعد الداخلية عاصفة من العواصف بتكشف خبايا العلاقة بين حزب الله ووليد جنبلات السابت والمنقول في احد الممتلكات تدى الاحزاب في رسم التصفية استنفار بكل الاعمار في صفوف حركة امل سلام المخيمات برسم الاحتزاز المخطط اهداف الاجمية للوطنية والسياسية بتخليهم اهداف للاعداء رياض سلامة سينطبق عليه المثل غلطة الحاكم بالف ولن يظل ملتزم الصمت وسيكون في سباق مع الفرصة رغم كل الضغط على رأس محافظ بيروت القادم مروان عبود ووسام في انتظاره شرارتين متصرين بقانون العفو الاولى بتولع ورقة اه ورقة اكراره والاخرى بتولع الساحة ققد الجيش جوزيف عون اسم بيدخل القرعة وصدمة بترفع الصوت الدرزي الاعلى مدى والدروز تملأ الشوارع تاكس الاحداث هيشتغل على خط كورنيش المزرع او هيشتعل او هيشغل على خط كورنيش المزرع والطريق الجديدة تطور مفاجئ بيكسر الغاز وحواجز بين بعبدة وكمان الضغط على محمد الحوت ومحمد الدركي وفوشوم اه حوالات تعقيد وصد واسعة جوالات تعقيد وصد واسعة موتران بيروت بدون ما يخاف خطر المكائد رح يحلق خارج سيربو تشكيلة متنوعة من الخطف خارج لبنان مباريات خطرة بيكودها نادي القضاء محامي وديع عقل بيدخل دائرة الحيطة والحذر اعلان مؤقت في جغرافيا شارع الحمرة اغلاق مؤقت في جغرافيا شارع الحمرة موجة عالمة من الاستنكار لحادث يقع في حرم جامع محمد الامين افتعال مشكلة زوصلة بنادي الصحافة عقوبات كبيرة شخصيات كبيرة رح تتعدى فيها العقوبات الممتلكات والمديات هذه المرة الرئيس سعد الحريري هربوم الشر والشر ماشي هراه حكم لاهاية على سليم عياش لم ينتهي من قصة عياش لغز هذا الرجل واللغز معه الى المحكمة في الوجهة من جديد بملف جديد بيطرح اكثر من علامة استفهام تواصل دروس لبنان ودروس سوريا ودروس فلسطين ومسألة اجمعهم بتتلقى السفيرة الامريكية اشارات شخصية بما يحاجد ضهم المؤامرات عن قصد او غير قصد وبتورت السفيرة ناس وبتتورت هي الاخرى معها مدير المخابرات انتون اهواجي سيحدث ضجة اشعال ثم انفجار بركان وحمم البنك المركزي هستحرق القريبين والبعيدين وتطال عدد من البنو ترابلس والمحميين والنقابلة على كف عفريد كرسى بنادي رؤساء الحكومات شريطة صودة وعلى كتلة التنمية والتحرير اللي بانتمي إلها مجموعة من النجوم المضيئة في سماء النجمة إليسا معانا نجمة واحدة مطفية ورحلة متطورات جديدة حول اسم راغب علامة دخامة الحدث حول بلدات بيروت سيستدعي استنفار كامل لجميع الأجهزة وإشعال الأغاني الخاصة بجنوب لبنان محاولات لفك شفرة شخصية اللواء عباس إبراهيم وفي أفك هذا اللواء من أحداث كثيرة توجد لديه مهمة توصف بالمهمة المستحيلة دي بعض أجزاء من توقعات لبنان إن شاء الله المرة الجاية هنكملها عشان وقت الناس برضو واستنونا إن شاء الله في فيديوهات أكتر وتوقعات أكتر قرارات مساء الأخبار ما تنسوش بس يا جماعة لو أنتوا لسه مشتركتوش ياريت تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان تقدروا تتواصلوا معنا في كل جديد لو أنتم وعجبكم الفيديو عملوا لايك وشير عشان يوصل إلى أكبر عدد ممكن وسلامي لكل أهلي لبنان، سوريا، الأردن، فلسطين وكل الدول العربية استنونا إن شاء الله في فيديوهات تانية بتتكلم فيها عن توقعات ميشيل حيك وغيرهم من المتوقعين شكرا وأشوفكم بخير